عفة الفرج معناها امتناع الإنسان عن الزنا باعتباره علاقة محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه ولا تقرب الزنا والتعبير بلفظ القربي هو تعبير دقيق لأنه فيه بعد عن كل ما يؤدي إلى الفساد ونجد أن القرآن ضرب لنا مثلا للعفة هذا المثل هو سيدنا يوسف عليه السلام كيف أن امرأة العزيز راودته عن نفسها غلقت الأبواب أمن أمنة الداخل امرأة ذات منصب وجمال تؤذيه ومع ذلك قال إني أخاف الله فاستعصم بالله سبحانه وتعالى فكانت له العاقبة بعد أن فضل السجن على الفاحشة ليلتحق بالقصر ولذلك من الدروس والعبر أن بعد المحنة تأتي المنحة لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كافأه الله سبحانه وتعالى لما قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكيننا مين كذلك نستحضر حديث السبعة هذا الشاب الذي عفى وامتنع عن علاقات المحرمة هو في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من منهم يا رسول الله شاب نشأ في عبادة الله ومنهم كذلك ورجل رجل التعبير بالرجل الذي له قوة جنسية وله تكليف ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هو في ظل عرش الرحمن عندما نتحدث عن عفة الفرج الابتعاد عن العلاقات المحرمة لأن العلاقة التي أرادها الشرع بين الرجل والمرأة هي علاقة في إطار الزواج الابتعاد عن الممارسات الجنسية كالعادة السرية وغيرها من العادات التي هي ضرب في عفة الإنسان ويحلو الأنس مع قناة الأنس